ما هي أكثر الدول أماناً للخدمات المصرفية الخاصة؟ منذ التبادل التلقائي للمعلومات، تغيرت قواعد الخدمات المصرفية الدولية الخاصة الحقيقة هي أن فتح الحساب المصرفي لغير المقيمين أصبح أمراً صعباً للغاية هناك خوف مفرط بين المصرفيين، وضع الأموال بالخارج أصبح مرادفاً لغسل الأموال سأريكم أكثر البلدان أماناً للخدمات المصرفية الخاصة سوف أقدم لكم بعض النصائح حول كيفية التعامل مع البنوك سأوليكم كيف يمكنكم فتح حساب مصرفي في يوم واحد بدون أي متاعب مرحباً بكم، أنا إنزو كابوتو، محمد مصرفي سويسري ومؤسس الشركة محمد كابوتو أند بارتنرز ومؤسس موقع سويسبانكينجلوييرز.com، المكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليون نصائح وحلولاً حول الخدمات المصرفية الخارجية وحماية الأصول العالمية والخدمات المصرفية الدولية الخاصة التفكير بوضع الأموال بالخارج سوف يقابله علامة تحذيرية حمراء كل شركة غير مسجلة أو أي شخص غير مقيم في بلد معين يعتبر مقيماً بشكل غير قانوني في الخارج بالنسبة لبعض المصرفيين، كلمة أعمال في الخارج تعني خطأاً جنائياً إنها تمثل علامة حمراء، معظم البنوك في المملكة المتحدة لا تفتح حسابات لشركات المملكة المتحدة المحلية إذا كان المالك المستفيد ليس مقيماً في المملكة المتحدة ضباط الامتثال يمتلكون حق الكلمة الأخيرة في معظم الأسئلة في معظم الأحيان، هناك قرار لجنة الامتثال على قسم الأعمال إذا حدث قطأ ما في مكافحة غس الأموال، فقد ارتكبت اللجنة القطأ وليس مسؤول الامتثال فقط إنها استراتيجية نموذجية لحماية الوظائف داخل البنوك ويواجه المصرفيون خوفاً مفرطاً من كل شيء تقريباً فالبنوك تخاف من أي مخاطرة وتحاول الاستفسار عن أي عملاء جدد فهي تحاول تجنب المخاطر التي من الممكن أن تدمر الأعمال دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض البلدان التي لا يزال فيها فتح حساب ممكن لكل شخص غير مقيم تعد قبرص اختصاصاً مصرفياً خاصاً ومصرفاً خارجياً للعملاء الروس بشكل أساسي قبرص قبرص هي الولاية المصرفية الخارجية الأولى للعملاء الروس قبرص لديها شبكة معاهدة الازدواج الضريبي الموسع أولاً وقبل كل شيء مع الاتحاد الروسي الجميع يتذكر الأسمة المصرفية في قبرص في مارس 2013 وقد فعلت قبرص الكثير لجذب مستثمرين جدد أطلقوا برنامج المواطنة الجذابة للغاية عن طريق الاستثمار دون متطلبات لإقامة الفعلية والمادية وكانت هذه هي الأدات لتجنب التبادل التلقائي للمعلومات إذا قمت بفتح حساب مصرفي يحمل جواز سفر قبرصي جديد مع إقامة في قبرص بصفتك روسي فسيرسل البنك السويسري معلومات مصرفية إلى سلطات الضرائب القبرصية وليس إلى الروسيا كان برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار جذابا للغاية ومن بين العديد من الأثرياء أو الرأسماليين الذين قاموا بشراء جواز سفر ثاني تم أيضا جذب الرأسماليين المجرمين إلى البرنامج لإطفاء الشرعية على الأصول هاجم الاتحاد الأوروبي قبرص لأنها جمعت أموالا ذات أصل إجرامي اليوم مستوى العناية الواجبة للمشاركة في البرنامج أعلى بكثير قد تتذكر أن الودائع لدى بنك لايكي والتي تجاوزت 100 ألف يورو قد فقدت بالكامل تم تحويل 47.5% من الودائع لدى بنك قبرص إلى أسهم البنك وضع الاتحاد الأوروبي تقنية جديدة على المحك وضع الاتحاد الأوروبي تقنية جديدة باسم إنقاذ البنك شرع الاتحاد الأوروبي في مصادرة الودائع من أجل تجنب الإفلاس منذ عام 2017 أصبح لدى الاتحاد الأوروبي تشريع إنقاذ وكفالة البنك والتي أصبحت جاهزة لدى البنك للتنفيذ لأزمة مصرفية مستقبلية ماذا يعني بالنسبة إليك؟ في حال حصول أزمة مستقبلية الاتحاد الأوروبي سيصادر مدخراتك ويساعد البنك على الخروج من الكارثة المالية بأموالك وهذا يعني حالة تأهب قصوى للمودعين تجنب العنشطة المصرفية الخاصة الدولية مع جميع البنوك في الاتحاد الأوروبي جميع البلدان في الاتحاد الأوروبي تشكل خطرا على أموالك يجب عليك حماية وحفظ أموالك وليس حماية البنوك الأوروبية لقد أصبحت قبرص مكانا جذابا مرة أخرى سأخبرك بالسبب على الرغم من الأزمة القبرصية فإنه من الغريب أن كميات كبيرة من الأموال لا تزال تتدفق إلى قبرص وتفتح حسابات جديدة كل يوم هل تعرف لماذا؟ هذه هي الحقيقة السبب هو أنه لا يوجد مكان آخر نذهب إليه سوى قبرص إذا تم رفضك من قبل سلطات قضائية خاصة متعددة وإذا لم يكن لديك خيار آخر لفتح حساب مصرفي فجرب قبرص أو يمكنك الاتصال بنا وسوف نجده حلا إذا عجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر أعجبني الآن إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات مثل هذه فتأكد من عدم تفويت مقاطع الفيديو الجديدة واشترك في قناة يوتيوب الخاصة بي انقر على زر الاستراك وفاعل زر الجرس هونغ كونغ كان فتح الحساب في هونغ كونغ سهلا للغاية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة الدولية منذ التبادل التلقائي للمعلومات أصبح ذلك كابوسا سوف يمكنك محاولة فتح حساب شركة في هونغ كونغ ولكنك سوف تكون بحاجة إلى إشراك الشركاء الصينيين في العلاقات التجارية سوف تحتاج إلى تبريل معقول يستند إلى الحجج الاقتصادية وجودك أيضا بالصين أمر ضروري وإلا أن يكون هناك فرصة إذا كنت تفعل ذلك بمفردك فستكون هذه المهمة مستحيلة إذا كنت بحاجة إلى حساب مصرفي خاص دولي في هونغ كونغ فاتصل بنا سنساعدك على إنشاء وتوثيق القصة الحقيقية والتي ستناسب حسابك المصرفية مع البنك في هونغ كونغ بناء على دعمك وتعاونك سنقوم بتكوين قصة موثوقة من أجلك إذا تم إعدادها من قبلنا فسوف تفتح حسابك في يوم واحد نحن مبدعون وفعالون لقد نجحنا في فتح الآلاف من الحسابات المصرفية الخارجية نحن نعرف بالضبط ما يحتاج إليه المسؤول الالتزامي ليكون سعيدا سنغافورا سنغافورا هي ولاية قضائية جيدة إذا كنت تقوم بأعمال تجارية في آسيا ولكن فتح الحساب لغير المقيمين لن يكون سهلا أبدا البنك في سنغافورا انتقائية للغاية وسوف تكون بحاجة إلى مبلغ كبير من المال فالحد الأدنى للإيداع هو نصف مليون دولار أمريكي يجب أن تكون شفافا جدا مع البنك ولكنك لن تجد مهاراتهم في اللغة الإنجليزية مثالية دائما وستقوم سنغافورا بتكييف قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعيار الإبلاغ الموحد ومجموعة القواعد الأساسية للأمن فإذا كنت تستطيع تقديم أدلة قوية توثق أصل أموالك فقد تكون مؤهلا للحصول على حساب مصرفي خارجي هناك دبي الإمارات العربية المتحدة قد يكون فتح الحساب في دبي مكلفا للغاية ويستغرق وقتا طويلا لشركة أجنبية هناك الكثير من العمل الإداري المطلوب تنفيذه شخصيا لم توقع دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية لاهاي للتصديق لعام 1961 وهذا يعني أنه لا يمكن تصديق جميع الوثائق بشكل كبير مع اتفاقية التصديق أو معاهدة أبوستيل لذا سوف تكون بحاجة إلى مؤسر محلي لتكون ناجحا عند فتح الحساب قدم العديد من العملاء طلب الإقامة الدائمة في دبي وشكلوا شركة محلية الشركة شرط للحصول على تصريح إقامة دائمة قد تحصل على تصريح إقامة دائمة دون الإقامة الدائمة في دبي يمكنك الاحتفاظ بتصريح الإقامة عن طريق السفر مرتين في السنة إلى دبي كمقيم وهمي في دبي من الأسهل بكثير فتح حساب مصرفي خارجي هناك النمسا في النمسا أصبح من الصعب للغاية إقامة علاقة مصرفية خاصة دولية بصفتك غير مقيم إنهم يغلقون الحسابات القديمة للعملاء تشتهر النمسا بالسلوك للطيف لسكانها ولكن هذا لا ينطبق على المصرفيين فقد تم رفض معظم العملاء الذين جاءوا للحصول على حساب مصرفي بالنمسا لغتنشتاين بجبال الألب بأوروبا الوسطى لغتنشتاين هي ولاية ممتازة للخدمات المصرفية الدولية الخاصة المصرفيون متعلمون وسعداء بخدمة العملاء غير المقيمين لا يمكن مقارنة مستوى الخدمة والمهارة الاستثمارية بالمستوى العالي الذي تقدمه البنوك السويسرية ولكنها تقترب منه لقد فجئت بمدى سهولة فتح حساب مصرفي تجاري هناك هناك بعض البنوك التي تقدم تمويل تجاريا للأنشطة التجارية والدولية إذا عجبك هذا الفيديو فانقر فوق الزر اشتراك وفعل زر الجرس مايامي الولايات المتحدة الأمريكية من السهل جدا فتح الحساب في الولايات المتحدة الأمريكية لا تكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن المعلومات المصرفية مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فكل شيء يركز على الولايات المتحدة وعلى الدولار الأمريكي لا توجد مهارات استثمار عالمية بنسبة البعض العماء المعنيين في أمريكا الجنوبية قد تكون الخدمات المصرفية في مايامي حلا قابلا لتطبيق ولكني شخصيا أشعر بالكثير من التشكك حيال ذلك سويسرا هي الأفضل لحماية الأصول من المؤكد أن سويسرا هي البلد الأكثر تقدما للأنشطة المصرفية الخاصة الدولية منذ أكثر من مئتي عام وخاصة في أوقات الأزمات حيث تعد سويسرا أفضل ملاذ آمن اليوم سويسرا تواجه العديد من الهجمات الدولية وعلى الرغم من سياسة النقود البيضاء فإن البنوك السويسرية لديها قضايا خطيرة في المحكمة استنادا إلى أخطاء ارتكبت في الماضي يبتز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مليارات دولارات من البنوك السويسرية بناء على مزاعم تتعلق بالتهرب من الضرائب وأموال الفساد تتوفر حسابات الشركات الخارجية إذا تم دمجها مع حساب مصرفي خاص شخصي يحتوي على ملايين قليلة على الأقل حتى اليوم تلقى طلبات لفتح حسابات من أجل التهرب الضريبي وأموال الفساد لكن من المستحيل فتح حساب لدى البنوك السويسرية إذا كانت الأموال غير متوافقة مع الضرائب لا يزال من الممكن فتح حسابات مصرفية للأشخاص المعرضين سياسيا ولكن يجب أن تكون المعلومات الأساسية لا تشبها شائبة يجب أن يتم تحليل كل حركة نقود سوف تطلب البنوك أدلة وثائقية نحن نعرف جميع البنوك في سويسرا سوف نجد البنك الأكثر ملاءمة من أجلك سوف نقدم لك بنكا على دراية بعملك يتم استثمار 30% من جميع الأموال على الأرض والتي يملكها أصحاب حسابات غير مقيمين في البنوك السويسرية سويسرا هي أفضل ولاية لحماية الأصول منذ أكثر من 200 عام البنوك السويسرية هي أفضل البنوك في العالم 30% من المستثمرين لا يمكن أن يكونوا خطئين لذا لا تذهب وحدك إلى المقابلة مع البنك حيث يكون خطر الرفض أعلى بكثير إذا كنت وحدك نحن نوصيك بشدة بتعيين خبير أو مسؤول امتتال سابق يساعدك في فتح الحساب سوف تقلل من الإجهاد وتوفير الوقت والمال اتصل بنا الآن على 004144-212-4404 حسابك المصرفي السويسري هو تذكرة الدخول إلى مجتمع الأعمال الدولي البنك الكاريبي والاحتيال على حسابك المصرفي البنوك في جزر الكاريبي معقدة لا يتم الرسملة بشكل جيد يكون فتح الحساب أمرا بحمطا للغاية ويستغرق وقتا طويلا لأنهم يقبلون مبالغ كبيرة من الأموال القادمة ولكن سيكون من الصعب للغاية تحويل مبالغ كبيرة من المال الخدمات المصرفية في منطقة البحر الكاريبي يمكن أن تكون مخاطرة كبيرة فهناك العديد من مزودي الشركات الخارجية الرخيصة والاحتيال في منطقة البحر الكاريبي كان لدي عملاء فقدوا الملايين في بنوك منطقة البحر الكاريبي فقد اخترعوا قصصا احتيالية وحذروا الأصول لا يمكن للعديد من العملاء نقل أموالهم من منطقة البحر الكاريبي لذا كن حاذرا جدا من مزودي الشركات بالخارج والبنوك في منطقة البحر الكاريبي توفر جزر كايمن اختصاصا ممتازا لإنشاء صناديق التحوط ويتم فتح الحسابات المصرفية لصناديق التحوط في سويسرا فقط تعد جزر كايمن مكانا جيدا لقضاء عطلاتك المقبلة على الشاطئ ولكن بالتأكيد ليس للخدمات المصرفية الخاصة الدولية الحياة بدون حساب مصرفي نحن نحتاج إلى حساب مصرفي طوال الوقت كان لدي عملاء يعيشون دون حساب مصرفي؟ فقد ارتكبوا أخطاء في الماضي ولكن البنوك لها الأياد العليا ولكن لا يمكننا فرض تعليماتنا على البنك إذا كان البنك غير مستعد للتعاون فإذا كان لديك حساب مصرفي في الخارج فلا تغلقه حتى لو كلفك الأمر بعض الأموال الإضافية ليس هناك ما يبمن أنك ستكون في وضع يسمح لك بفتح حساب بنكي جديد لا تحتفظ بكل أموالك في مكان واحد عليك تنويع المخاطر الخاصة بك عن طريق فتح حسابات في أكثر من بنك استثمر المبالغ التي تتجاوز 100 ألف يورو في السندات والأسهم في قبرص تتم مصادرة النقود فقط في سويسرا جميع الاستثمارات في السندات والأسهم تكون محمية من الإفلاس بموجب القانون يحمي قانون الإفلاس السويسري المستثمرين في حالة إفلاس البنك لن تكون استثماراتك جزءا من مخزون الإفلاس على سبيل المثال يضمن لك بنك كانتون زيوريخ جميع الأموال حتى في حالة الإفلاس كيفية التواصل مع ضباط الامتثال سأقدم لك بعض النصائح حول كيفية التعامل مع مسؤول الالتزام إذا كان ضبط الامتثال سوف يطرح عليك سؤالا فيجب عليك الإجابة على الفور أي تأخير قد يخلق الشك؟ تأكد من أن لديك فواتير وعقود جاهزة للعرض على مسؤول الالتزام لا تحاول تقديم معلومات خاطئة يمكن أن تؤدي المعلومات الملفقة إلى إرسال تقرير نشاط مشبوه إلى مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال يمكن تجميد الأصول الخاصة بك لعدة أشهر إن لم يكن سنوات كنت قاتلت منذ أكثر من عامين مع المدعي العام لاستعادة الأموال تجنب المعاملات بالدولار الأمريكي المعاملات بالدولار الأمريكي قد تسبب أسئلة وتحقيقات غبية حيث ما أمكن يجب عليك إجراء معاملات بالفرانك السويسري أو اليورو أستحب النقدي بكميات كبيرة يمثل مشكلة إذا كنت تخطط لمعاملة حساسة يرجى الاتصال بي أولا اتصل بي ودعنا نناقش أفضل طريقة لهيكلة معاملة آمنة اتصل بي الآن إذا كنت منخارطا في معاملات حساسة مثل التداول عبر الإنترنت أو الترفيه للبالغين أو الفوريكس فيمكنك تغيير البنك قبل تجميد أموالك نحن نعرف بالضبط أي بنك قادر على التعامل مع النشطة الحساسة أصبح عالم البنوك الدولية الخاصة أكثر تعقيدا القواعد تتغير دائما كل حالة مختلفة عن الأخرى وتحتاج إلى عناية خاصة إذا كان لديك مشكلة فاتصل بي الآن ودعنا نناقش خياراتك اشترك في قناة يوتيوب فمثل هذه المعلومات لا يمكن العثور عليها في الجامعات والمكتبات ولا على شبكة الإنترنت إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول حسابك المصرفي في الخارج والخدمات المصرفية الخارجية والتحسين الضريبي الدولي وإدارة الثروات وحماية الأصول فأنا أشارك ذلك مع المشتركين فقط فقط عليك توقيع خطاب مكتب المحامات بناء على هذه المعلومات ستوفر المزيد من المال وستوسع أعمالك بشكل أسرع من منافسيك تحقق من مدونة الفيديو التعليمية على موقعنا على الإنترنت حيث ستجد روابط لمزيد من مقالاتنا سهلة القراءة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فورية في حسابك المصرفي الخاص إذا كان لديك سؤال سري أو حساس فعليك منقشة ذلك معي فقط اتصل بي الآن على 004144 212 4404 كن ثريا وابق ثريا أتمنى لك يوما سعيدا اشتركوا في القناة